عاوز اروح لصفقة رمضان صبحي. رمضان صبحي خلي بالك الدورة هيبدأ امتى ويخلص امتى? الدورة هيبدأ امتى يا عمر? دورة هيبدأ تمانية تمانية. والدورة الحالة هيخلص امتى? هيخلص ستة وعشرين الجاري. يعني الراحة اتناشر يوم. طب الدورة المصري هيستانى في امتى? ستة تمانية. هيدرس فيلد. نتائجه سيئة وكمان معرض للنزول. طيب لو هو جاله عرض وهيتباع. هيتباع امتى? مع بداية المسابقات الاوروبية. طب هيتانه قاعد ومكامل مع النادي الاهلي لحد شهر 11 وبعدين يروح للفرقة التانية لحد شهر. ففي اشكالية كبيرة جدا انا شايفة في صالح النادي الاهلي. انه لو ضغط في هزي المرحلة يمكنه انهاء الصفقة. ليه? لان الفرق بين دور المسلم الحالي اللي كسبه ليفربول ودور المسلم المقبل 12 يوم. ده يخلص ستة وعشرين سبعة. تبدأ تمانية اغسطس. كلها 12 يوم. فوارد يا اما مش هيكمل معك رمضان? لكن انت متفي مع انه يكمل. طب رمضان جالوا عروض حتى الان كلها كلام في كلام. قطل ما يعلم. كلها كلام في كلام. كلام في كلام. طب هل يملك النادي الاهلي الضغط وانهاء الصفقة مع هيدرس فيلد اللي نتائجه سيئة في هذا التوقيت? ولا حد يجرى. ولا بقنا بنتكلم في الكورة. ولا بقنا بنتكلم في الكورة. بقنا بنتكلم في الشتين. خاصة مع الاحداث اللي بتحصل. فمحد هل الاهلي مركز في انهاء الصفقة? هل هيدرس فيلد يمكن انه تنازل ماديا? هيدرس فيلد مهدد بالنزول للدرجة التانية. هو في التشامبونشيب دي. ونتائجه سيئة. مهدد بالنزول. لكنه في نفس الوقت بيبلغ في طلباته الملايين. انا زعلان على اللي بيحصل. زعلان على اللي احنا بقنا فيه. زعلان على الشتيمة والخطف الاعراض والسمعة. حتى المؤدب بيتطر انه هو يخرج عن شعور ومن قدر الضغط اللي عليه. مش عايزنا نزعل. نازل نزعل. انجلترا بتتكلم في عودة الجماهير. النهاردة مستر بوريس جونسون رئيس الوزراء. بيتكلم عن عودة الجماهير في اكتوبر اللي جاي. يعني الدور الجديد يبدأ تمانية تمانية. هو يبدأ بعدها. في عشر الجمهور يرجى. واحنا هنا شغالين خنقات. حتى ما بقتش خنقات على صفقات. بقت خنقات على السوابت الاخلاقية. على الالفاظ الخارجة. على الالفاظ الخارجة. عاوز اتكلم في الكورة والصفقات والحكايات والروايات. اول حاجة في لعيب كويس قوي 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 اسمه وليد. اقول لك وليد اياسيدي. وليد فوزي. كابتن احمد كشري لقابه بان هو خليفة. اه 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 والد صلاح والد صلاح الدين في نادي الترسانة صنع العاب على الاعلى مستوى. النادي الاهلي بيتفاوض على شراؤه. وبيقترب منه بقوة للتعاقد معه واعارته الى فريق في الدوري الممتاز. واعارته الى فريق في الدوري الممتاز. اللعاب التاني اللي بتكلم فيه النادي الاهلي دلوقتي. وبيشرع في انهاء الصفقة. هو احمد بيكهم اللي قلتلكم عليه زمان. مدافع نادي ودي ديجلة. اللي اه اه عامل نتائج كويسة وعروض طيبة مع المنتخب الاولمبي. وساهم في الصعود الى دور التوكيو الاولمبية. ويعقده مع مع ديجلة بينص على ان الاهلي لو يحتاجه يدفع اه خمسة مليون جنيه ويستعيده لي اه من ديجلة للنادي الاهلي. وديجلة النهاردة اعترف بهذه الصفقة. وانا بتكلم على ديجلة. لازم اقول ان فيه خبر نشره موقع الهداف. اه الاستيس محمد مبروك. وبيقول ان ديجلة بيتفاوض مع الصمواج يان. اللي الليعب ولول مدة موسم مقابل تلتمائة الف دولار. وانه هو دلوقتي بيلعب في الدور الهندي. نادي نورث ايست يونايتد. هو كان نجم العين وكان نجم اه منتخب غاني. نادي الاهلي ايضا اه اه في موضوع المفاوضات. بالنسبة لصفقة بهر المحمد. صفقة بهر المحمد. اعاوز اقول فيها شوية تفاصيل. مبارح. في مجموعة من الناس. على اه السوشيال. معروفين ان هما اهلوية. معروفين ان هما مقربين من الكابتن محمود الخطيب. كتبوا ان الخطيب انهى صفقة بهر المحمد. انهى صفقة بهر المحمد. اعملت شوية اتصالات. مع مسؤولين في الاسماعيلي. ومسؤولين بارزين جدا. في النادي الاهلي. فاكدوا ان المفاوضات لازلت جريه. وان المفاوضات بين الكابتن محمود الخطيب شخصيا وبين ابراهيم بعثمان. وان باهر المحمدي هيباع هيباع. لكن هناك حبة محازير لدى اللاعب. ولدى المهندس ابراهيم عصمان. اهم هذه المحازير ان باهر المحمدي اسماعي اللاوي. وعائلته اسماعي اللاوي. ومقيم في الاسماعي اللاوي. فمن الصعب جدا انتقاله للنادي الاهلي مباشرة. وعشان ينتقل مباشرة يعني ايه? هتكون في شوية ردود افعال. فبيختاروا التوقيت المناسب. المفاوضات مستمر وكل شوية باهر يلمح. وهي يرجع يقول ايه? انا في الاسماعيلي وبطلب الرحيل للاحتراف الخارجي. وعاوز اكون مستقبلي والبقين دول. طيب. هل الخطيب انا الصفقة? لم ينهي الصفقة. هل باهر وقع وارد طبعا. لكن لم ينهي الصفقة. بصفة رسمية مع ادارة الاسماعيلي. واي كلام بيتقال في الموضوع ده. مالوش اي اساس ما الصحة. ان ان وقع باهر محمد باهر محمد ما اوقعش. او يعني سوري. ان الصفقة خلصت ما خلصتش. مع الادارة. هو موقف. موقع خمس سنين. لكن العقود دي حتى ما بتظهرش. طالما حتى لو الصفقة ما تماش. بيبقى الغالب فيها هي العلاقة الشخصية واعلاقة الود والمحبة. طيب وارد ان هو يباع او يعار لنادي خارجي في النادي خارجي. هذا هو المؤكد. لانها الصفقة الوحيدة اللي ممكن تجيب فلوس للنادي الاسماعيلي تساعدوا في الانفاق على باقي افراد الفريق. فده موضوع باهر المحمد. قولتلكم موضوع احمد بيكهم اللي هو احمد بيهر لو ما جايش قاله قسامة جلال. فلجنة الكرة بتقول قسامة جلال يفرق ايه? انا احمد بيكهم. احمد بيكهم زي قسامة جلال. وربما يتفوق اكتر لانه اتمرن في النادي الاهلي وتربية النادي الاهلي. وعين قسامة جلال بيبلغوا في طلباتهم المالية في امبي. اعزين 25 مليون جنيه. وعشرين في المية من اعادة بيعه. كأنك بقى بتشتري مس. كأنك بتشتري مس. فده كلام بيخلي النادي الاهلي رافض يكمل في الصفقة. وما بيضغطش فيها نهائية. اه في كريم فؤاد الزاهر الايمن لفريق نجوم المستقبل ومعارق الى امبي معروض على النادي الاهلي لان هما يشوفوه يجي في في البك رايد. لكن هو الناس في النادي الاهلي بتقولك ايه? طب نجيبه ليه? واحنا عندنا كريم يحيا في سموحي. ما نجيب كريم يحيا ابننا اللي في سموحي. ايه اللي خلينا اجرب كريم فؤاد? ايه المميزات اللي عنده? مش هو لاعب في المنتخب الولمبي مع كابتن شوق غريب. طيب. عاوز انتقل الى ما يسمى بالخمس صفقات الخاصة بنادي الزمان. اللي خلص المسلوسي وايه رباب? وايه رباب اللي لسه مخلص بمية في المية? علقوا كل حاجة الحين توقيعه. ووارد التراجع عنه. وارد التراجع عنه. جابوا المسلوسي وكشف طبي. وياخد مقدم عقوده. ومعاه هنا وكيل اعماله. اللي هو في نفس الوقت وكيل اعمال فرجاني ساسي. ولسه ما خلصوش مع فرجاني. الخمس صفقات اللي قالوا عليها. قالك رجب بكار. رجب بكار. اه اه الصفقة وقفت رسميا. وهو رجب بكار عارف انهما كانوا جايبين واحتياطي. للمسلوسي مايجيش. او حزم امام دماغه اه اه تاخده. و اه اه مايوقعش. حازم من كام يوم. اه الله وسلم حمد طلب العقود اللي وقع عليها من المشف عالكورة. بعد ما لقى فيه تجاهل تام ليه. و اه ام قطعها. وقال له عم انتو انا مضيت على بياض ولا حد قال لي تعال اخد فلوس ولا اعمل فلوس ولا حد ماضيهات العقود دي خدها. قطعها وقال له لما نتيجي ايه انا هو في الفرقة. شوف انت عاوزين تمضو امتى نقعد ونتفق ونتفق. كان يعني حازم امام بحرجة رجولة كده. انه اوقع على بياض. طيب. اه رجب بكار. اه. كان الزمالك اتفق عليه. مع بيراميدز انهم يخضو بعشر مليون خمسة كاش وخمسة تقسيط. لكن خلاص الصفقة وقفت. عبدالله البكري لم يوقع الا اقرار رغبة. و اه مفيش اي كلام. محمد عبغاني اللي قعد مع كتف رجع وفرطافة معنا سبع مليون. فوجي ان العقد بتاعه بتلاتة مليون وعمل ازمة كبيرة جدا في هذا الامر. يوسف اوباما وعبدالله جمعة اه 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 اتعرض عليهم سبع مليون جنيه للتجديد. ولم يجدده حتى الان بصفة رسمية. و اه اه قال لك يعني نجدد ناخد فلوس نعمل بها اي حاج. نعمل.